اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتمت المصادق عليه من قبل مجلس الرئاسة ويظنهم الاستاذ طارق الهاشمي اللي هو داخل في قائمة الحالية اللي مع اياد علاوي فلذلك تطبيق القانون ان لم يطبق القانون فسوف تحاسب هذه الهيئة لعدم تطبيق القانون لربما من جهة النزاهة ومن جهات اخرى ليس هناك اي اجراء انتقامي واكرر ان القانون المسالة والعدالة يجب تطبيقه وهو بالمناسبة اشد وطأة من اشتساذ البعض سيد انتفاض لكن التوقيت الذي حدث فيه موضوع شطب الاسباء قبل اقل من شهر من انطلاق الانتخابات يجب البعض بتبييت هل يمكن لهيئة المسالة العدالة ان تنظر في الاسماء قبل ان تأتيها من المفاوضية العامة للانتخابات لا لان المفاوضية العليا للانتخابات ارسلت الاسماء الى الهيئة والهيئة قامت بدورها بمراجعة الاسماء ليلة نهار وحتى في العطار الرسمية لم يكن بالامكان مراجعة الاسماء قبل ان ترجع الاسماء لانه ماذا يشتثون وماذا ينظرون هناك قاعدة معلومات في هيئة المسالة العدالة تقورن ستالاف اسم من المرشحين بهذه قاعدة معلومات وتم الاشتثاث على ضرورها دكتور عمر عبدالستار الكربولي كيف تنظر الى هذا الموضوع يعني بسم الله الرحمن الرحيم انا اعتقد هناك ثغرة كبرى في المشهد الكل للحلقات القانونية والدستورية لموضوع المسالة والعدالة وهناك خطأ كبير ايضا الثغرة الكبرى حقيقة هو عدم تشكيل الهيئة الوطنية العليا للمسالة والعدالة حسب القانون الذي اقره في 14-2008 الخطأ الاكبر هو انه ومع الاسف كل القوى السياسية والمؤسسات الجسدورية في البلد تعاملت مع الهيئة الوطنية الاشتثاث البعث المنحلة وكأنها هي هيئة المسالة والعدالة الثغرة اشوف هسان اقول لش يعني مثلا يوم 14-2002 صدر قانون المسالة والعدالة يوم 13-2008 سيد رئيس الجمهورية يخاطب مجلس النواب يقول ولعدم تشكيل هيئة المسالة والعدالة المنصوص عليها في هذا القانون والمخولة بتنفيذ احكامه وحيث ان الهيئة اعلى ترتبط بنجلس النواب فقد دسب رئيس الجمهورية اشعاركم باليعاز الى هيئة الاشتثاث البعث للتوقف عن اتخاذ قراراتها لكونها غير مخولة بتطبيق احكام قانون المسالة العدالة وان القرارات التي اصدرتها او تصدرها بعد نفاذ هذا القانون تعد باطلة ولا قيمة لها قانونيا هذا في الكتاب 4119 في داعش 2008 اي بعد شهر من صدور قانون المسالة والعدالة اثنيا مجلس النواب في ثمانية اربعة 2008 بعد الكتاب رئيس الجمهورية بشهر كتب الى الهيئة اشتثاث البعث المنحلة انه يؤكد فيه كتاب سيد رئيس الجمهورية الامانة العامة للمجلس الجمهورية في كتابها 16831 في داعش 7 2008 تقول ونظرا لنفاذ قانون الهيئة الوطنية العليا للمسالة والعدالة المنشور في الوقاع في 14 اثنين تنسبة ما يلي واحد اثنين واحد ايقاف العمل بقانون الهيئة الوطنية العليا للشتاث البعث واجراءاتها السابقة وعلى الهيئة الحالية القيام بدور تصريف الأعمال الاعتيادية وعدم اتخاذ اي اجراء تنفيذي حاليا لحين استكمال تشكيل الهيئة المسالة والعدالة ومباشرة لأعمالها ثنيا عدم اعتماد اي جهة تحمل اسم هيئة المسالة والعدالة الا بعد اعتماد تشكيلها ومباشرة لأعمالها رد من لك سيد انتفاض كتب رسمية كتب رسمية مساريد سيد انتفاضي رد رد بسيط جدا الدكتور لازم يقرأ قانون المسالة والعدالة الذي يقول ان الهيئة اجتثاث البعث تستمر في عملها بكادرها وابنيتها لحين انتخاب هيئة جديدة وقال هو في الكتاب رئاسة الجمهورية ان الهيئة مرتبطة في البرلمان فليس من واجب رئاسة الجمهورية او الامين العام او رئاسة الوزاء التدخل في عمل هذه الهيئة الكتاب كان يجب ان يظهر ويطلع من البرلمان مو يطلع من رئاسة الجمهورية لماذا طلع الكتاب من رئاسة الجمهورية ما طلع من البرلمان الرئاسة الجمهورية وحسب الكتاب باعتبار المادة 67 من الدستور أن مجلس الرئاسة ساهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على تطبيق القانون لأن الهيئة الوطنية لشتاث البعث المنحلة استمرت في اتخاذ قرارات بعد نفاذ القانون السيد انتفاذ قنبر هذا قانون المسالة وعادلة بيه 30 مادة خلي يقول لي يا مادة من عندهم المواد التي بيها تقول أن تستمر الهيئة الوطنية العليا لشتاث البعث أنا ما أتقول المادة أنا ما صوتت على هذا القانون من المادة 1 إلى المادة 30 لا يوجد فيه نص أبدا أنه تستمر الهيئة الوطنية وليلشتاث البعث لماذا لم يقوم البرلمان بواجبه بانتخاب هيئة جديدة لماذا لم تقدم هيئة الوطنية الجواب في المادة ثانيا رابعا تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع عراقي يقترعهم مجلس الوزراء يوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ويصادق عليهم مجلس الوزراء هذا ما لم يحصل إلا قبل شهر عندما لم يصوت مجلس النواب على القائمة طيب هذا يقولك حصل قبل شهر ليش قبل شهر صار؟ البرلمان موافق على هيئة جديدة فاستمرت ليه في عملها؟ أنا أسأل سؤال أنا أسأل سؤال واحد يوم 14-2 يوم 14-2 اسمحي لي يوم 14-2-2008 14-2-2009 6-1-2009 بعد سمتين يلا مجلس الوزراء ده الزنة قائمة لم يصوت عليها مجلس النواب وين كان مجلس الوزراء سنتية كاملة؟ وين كان مجلس الوزراء؟ أنا ما أشتغل في مجلس الزراء ولا أنا في الحكومة ولا إحنا هذا القانون يا سيدي إحنا القانون روحوا حاسبوا أنتوا البرلمان مجلس الزراء على عدد تقديم الأسماء أما كهيئة كأحمد شلبي كعلي اللامي هذا أنا أحترم هذا السبب بما هو معني بهم هم عليهم تهديات الواجب بعدين خطة فرض القانون أهملت الهيئة وأرجع أكثر من 7-3 ضابط بدون الرجوع إلى هيئة منهم أعضاء فرق فما فوق من 14 قائد فرقة 12 واحد هم قد يشملون بالاشتثاث لم ترهجع الهيئة لمدة سنتين هذا ما يعكس حال من الفوضى بالساحة العراقية إذا لا أحد ينظر به حانينية الهيئات لا أحد يختار الوقت المناسب لمواضيع مصيرية مثل هذه هذه مو فوضى قصور واضح من البرلمان قصور واضح من البرلمان لو رئاسة مجلس الوزراء أنا أعتقد قصور من البرلمان البرلمان لم يؤدي واجبه البرلمان أجيب ليش مثال ولو على غير موضوع أعطي لما كتبنا الدستور أعطي لبرلمان مدة ستة أشهر لتغيير الدستور وبسهولة نسبية لم يقوم البرلمان بواجبه بتغيير الدستور رغم اعتراض أطراف كثيرة في البرلمان على تغيير الدستور البرلمان العراقي لم يكن يقوم بواجبه بشكل واضح ولكن كهيئة كأحمد شلبي كعلي اللامي هي ملزمة بهذا الواجب القانوني أن تشتث وتقوم بواجبه سيد انتفاض ليش هسا اشتثت مو هذا السؤال يعني هما دولة ده أقول ليش لما تجد أسماء خلينا لحظة صارت انتخابات مجالس المحافظات صح؟ بشهر الواحد 2009 أشو ما سمعنا؟ صح؟ طبعا صح؟ ما سمعنا بأسماء مو هذه الأسماء شاركت خمسمائة أكثر أين شاركت؟ أكثر من خمسمائة اسم اشتث في انتخابات المحافظات شلون هما أعضاء في مجلس النواب؟ القضية قضية سياسية صح؟ لما اشتثت صح؟ لما اشتثت صح؟ خليكمل خليكمل لما اشتثت الأسماء في انتخابات المحافظات لم تقوم الدنيا وتقعد انت قل صح؟ صح؟ الآن الآن أنا أجيب أنا أجيب خليكمل احشادي أنا أجيب هو شخص خليكمل تفضل هناك هناك كانت مسألة لتغيير وضع العراقي وخراجه من الديمقراطية واسقاط النظام الحالي وارجع النظام العراقي السياسي إلى الوراء ولذلك من عملوا على هذه المؤامرة شعروا بأن هذه المؤامرة قد تهدمت بسبب طردها الناس لكن الهيئة لم تقم بواجبها على أساس سياسي حقا يجال دكتور صح على شنو؟ صح أن المشكلة سياسية أن المشكلة سياسية شوف يا سيدتي أنا طبعا أشكر على هذا الشخيص وطبعا من شخصين العلة حقيقة العلاج يكون صحيح يعني هسا أنا بالنسبة لي طبيب طب مجتمع اخصاص طب مجتمع أنا هسا أقول